بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين للكرام وتحية طيبة لكم ما أينما كنتم أول شيء نبارك للنادي الأهلي والجمهور العظيم والإدارة هذا الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على الرجاء البيضاوي وهارد لك نقول للفريق المغربي لكن لو رجعنا إلى المباراة نقول أنه لم يتوقع أحد أفضل من هذا السيناريو الذي يحدث في المباراة أنا يمكن في حلقة سابقة ذكرت أن الترجي والرجاء البيضاوي والوداة مرعوبين من مقابلة النادي الأهلي والفيديو موجود في حلقة سابقة وهذا اللي يحصل اليوم في المباراة الفريق المغربي دخل المباراة وهو خائف ومتوجس وقلق من نتيجة هذه المباراة مع الفريق زعيم أفريقيا الأول وأعظم نادي في الكون وبطل أفريقيا بدون منازع لكن اللي حصل شنو؟ أن النادي الأهلي بكل أسف بكل أسف أقول بتجربة لاعبية لم تسعفهم وخبرة مدربهم الكبير موسيماني أيضا لم تسعفه في أن يضع نادي الرجاء البيضاوي في أكبر مأزق في تاريخه اليوم المباراة كان المفروض تنتهي بستة أهداف لهدف واحد على أقل تقدير إذا الفريق المغربي إذا يمكن الهدف هذا سجل وحتى الأهداف اللي ضيحها الفريق المغربي في الدقاط الأخيرة ممكن قالت أنت المباراة بستة أهداف أو أكثر لأن هذا السيناريو لم يكن أحد يتوقعه ربما إلا القليلين اللي عندهم معرفة في الكرة الأفريقية ومعرفتهم القريبة من النادي الأهلي كل فرقة أفريقية تخاف من النادي الأهلي وهذا الشيء اليوم لمسناه في المباراة لكن في مسألة جدا مهمة في كرة القدم أنه في مكسب يزع لك هو هذا المكسب اللي يزع عني بالفعل واللي يزع للكثيرين اليوم لأنه أنت عندما تفوز باثنين واحد مع فريق لم يقدم شيء بصراحة وأنت تعرفون صراحتي وتعرفون أنا دائما ما أجامل أحد فريق الرجاء البيضاول لم يقدم أي شيء يذكر في المباراة غير الهدف الأول اللي سجله في الدقائق الأخيرة في الوقت البدل الضاع من الشوط الأول ثم يمكن الفرص اللي سنحت له في الدقائق الأخيرة بسبب استهتار بعض اللاعبين بعد الدقيقة الستين بعد الدقيقة الستين اللي يمكن استطاع فيها يعني محمد الزريد أن يسجل هدف وحصل الفريق النادي الأهلية على ضربة الجزاء اللي طرد بها الهدهودي كان من الممكن أن يتغير شكل المباراة لو سجلت هذه الضربة حتى لو آمننا وقلنا أن ضربة الجزاء ممكن أن تضيع أي لاعب في العالم وأكبر اللاعبين في العالم يضيعون ضربات الجزاء لكن هذا الطرد وهذا اللي يحدث في المباراة كان من المفروض أن يخلط أوراق رشيد الطاوسي مدرب الرجاء لا أن يخلط أفكار السيد مسماني أنا أيضا يجب أن لا أجامل يجب أن أضع الحقائق في محلها تغييرات السيد مسماني لم تكن بالمستوى المطلوب بعد هذا التغيير بعد أو عفوا بعد هذا الطرد اللي حصل واللي قلب المباراة رأسا على عقب بحيث أن الفريق الرجاء بعد الطرد تنظم بشكل أفضل وأصبح فريق منظم حتى رجع إلى الأربعة والأربع مدافعين ويمكن الطاوسي بتغييراته من منطقة الوسط وزاد الكثافة العديدة في منطقة الوسط في منطقة الضغوط وقام يدافع في الزون ديفينس في ملعبة أو في نصف ملعبة في الثلث الدفاعي لكن تغييرات السيد مسماني بكل أسف لم تكن بالمستوى المطلوب اللي كان من الممكن أن يحسن فيها المباراة احنا اليوم عندما نتكلم عن 25 تزديدة 11 تزديدة منها على المرمى 12 ركنية مقابل ركنية واحدة لفريق الرجاء نتكلم على 30 عرضية لكن من هو اللاعب اللي يستغل ضربات الرأس ويسجل الهداف من الكرات العرضية لا يوجد اللاعبين كلهم كانوا صار القامة لا يستطعون التعامل مع الكرات العرضية وهذا الموضوع يجب أن يكون الإدراك التكتيكي فيه بأعلى مستواه بالنسبة للاعبين على أرض الملعب وبالنسبة للسيد مسماني في إدارته للمباراة ليس من الأنصاف وليس من شيء الفرق الكبيرة اللي تستطيع أن تتعامل مع مواقف اللعب وإدراك التكتيكي يكون عالي أن يكون اللعب بهذا الشكل بعد الطريق تسرع عدم التقييد بالمركز فوضى التكتيكية أصبحت في فريق الأهل وكأن فريق الأهل يريد أن يسجل هدف بالغصب على أي حد وهذا كلام غير محقول في كرة القدم كرة القدم هي عبارة عن أفكار عبارة عن أدوار ومهام ومسؤوليات وواجبات أنت كيف تتعامل مع مواقف اللعب التي تحدث على أرض الملعب الذي حصل مثل ما ذكرت لكم ومثل ما قلت لكم الفريق فقط أو مسماني فقط السيطرة على المباراة بعد الطريق يعني المفروض الطريق يخلط أوراق مدرب فريق الرجاء ويمكن ينوع فريق الرجاء تحت ثقل هذا الطرد ولكن اللي حصل بالعكس الفريق النادي لهذا لم يستغل هذا الطرد بشكل مناسب ولم يتعامل مع المباراة بشكل مناسب وبالتالي خرجنا بنتيجة ربما هي غير جيدة قياسا لما سيحدث في الرجاء البيض لأنه أنا أتوقع أنه من المستحيل أن نجد الرجاء البيضاوي أسوأ من هذا الشكل أو أسوأ من هذه النسخة التي وجدناها اليوم في القاهرة لكن مع هذا أقول أن النادي الأهلي في أرض المنافسين ربما يحقق أشياء لا يتوقعها أحد وهذا ما حدث في كل تاريخة يعني دائما هو ما يذهب ويأخذ اللقمة من ثم الأسد ومن عرين الأسد اللي يلعب فيه وإن شاء الله الأهل المصري في مباراة الجمعة سيكون هو الطرف الأفضل وسيأتي بالتأهل إلى الدور الثاني من الدار البيضاء بإذن الله تعالى إذا تعامل موسيماني ولعبه بشكل مناسب مع هذه المباراة مباراة